وينطلق متابعنا العزاء ومشاهدين الكرام الشوت السادس شوت الخيل مهجنة لصيلة في مسافة 1800 متر انطلاق غوية في هذا الشوت ل13 جواد يتنافس على جائزة وقدرها 75000 ريال الانطلاق بطبيعة الحل كما عودنا زهر محسن مع بيرل بريج وبيتر أندروس في انطلاق غوية لمربط المرقاب دائما مع الصدارة ودائما نشاهدهم على المراكز الأولى من الانطلاقة المركز الثاني نشاهد الجواد أواسس كان على ثاني المراكز لمربط إنجاز المركز الثالث الجواد اللي هو رقم ثلاثة بيتر أندروس لمربط المرقاب رابع المراكز ثيرد دايمينشن لسيد خليفة بنشعل الكواري والمركز الخامس وشاهد أسامة الدفع معه يبدو لينه بروميتوريو في تقدم جميل الآن بروميتوريو ترفال بدوره لأحمد الجهني على المركز السادس في متابعة قوية لهذا الجواد الجواد العاشق للمضامير الرملية آخر مشاركة لهذا الجواد حاصر على المركز الأول وشاهد من الجهة الخارجية الشعار الأصفر مارك ستاين للمهندس حسن علي العبد الملك التحركات مع باور بلاي أيضا للشيخ عايشة بيتمشعل بن حمد الثاني في تعديل الموقع كما نشاهد عودة للصدارة وعودة للمركز الأول وعودة لمربط المرقاب على المركز الأول والثاني بيتر أندروس والجواد اليو بيرل بريج في انتفاع قوي الآن على الصدارة وعلى المركز الأول بيرل بريج في وضع رائع فعلا القادم من الجهة الخارجية الجواد بريموتوريو وباور بلاي أيضا وثيرد دايمينشن من الجهة الداخلية لا يزال في وضع اليد الخط المستقيم باتجاه خط نهاية مارك ستاين في وضع جميل الآن في التحرك وبريموتوريو إلى صدارة ثيرد دايمينشن ينتقل الآن بدورة إلى صدارة وإلى المركز الأول مارك ستاين من الجهة الخارجية المحاولات مع رقم الثاني لكن ثيرد دايمينشن على الصدارة وعلى المركز الأول ما شاء الله على الصدارة ثيرد دايمينشن ابن الفاعل دباوي إلى الصدارة إلى المركز الأول بفارق بعيد سيد خليفة بنشعر الكواري على الصدارة وعلى المركز الأول صدارة جميلة لهذا الجواد اشتركوا في القناة